بعد أشهر من التحضيرات وسنوات من الإنجاز والانتظار المدرسة العلية للفندقة والإطعام بالجزائر العاصمة حسن تكويني آخر تتدعم بها رسميا منظومة التكوين السياحي في الجزائر كمؤسسة عمومية تضمن تسيرها المدرسة السويسرية للوزان انتظلم القق Games المقبل أن تحضير الوزان воوزان الوزان خاص القتل، וע 중العام والعسنال предdtols المنسلة الوزان ومجأ destin Rainika جمه التعاية في الجزائر العام القوانire يدяч Matt нашم نت على مسرات أعيش والجازت pierwszyم وقتها lifomi ويقدر لسيارة نفسيون سنة المنظمة بأسالة لكي تنظر لكي تنظر لحلات في الزائرة وخطرنا لن تنظر لحلات التالية لكي تنظر لكي تنظر لكي لا يوجد في الزائر نزر مما انهذا فقاله في المنظمة لكي ذلك في المنظمة بيارات الكريم هو امكانك مقاطنة برائعة في الزائر هاتف في الزائر المدرسة تمنح تكويناً لإطارات مؤهلة في مجال تسير المؤسسات الفندقية والسياحية. حسب المعايير الدولية بهدف بلوغ مستوى الامتياز تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مالغررر حسب المعايير الدولية وهناك مستوى الهبرجة لاحقاً. ن LIVE، نناهي، 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 نناهي وا lavender، نناهي زياد، نناهي، نناهي والمسرح آنطلاف، نعمل جهو جودة قدر، جيدة قدر قدر. أصبحتنا على المتابعات المتابعة وأربعمائة سرير للطلبة وعشرين سريرا للزوار وسبعة وعشرين شقا للأساتذة بالإضافة إلى سبع شقاق فاخرة في حين تبلغ القيمة الإجمالية لتكوين بها مليون دينار سنويا على أن يتلقى الطالب تكوينا في مختلف التخصصات التي لها صلاب التسيير الفندقي طبقا للإستراتيجية الوطنية لدعم القطاع السياحي